هل تأخذ الزهير الأيسر أو الاثنين مدافعين الأول؟ هل نأخذ الزهير الأيسر؟ لا زهير الأيسر محمد شكري محمد شكري بلاعب تطور ونضج بشكل كبير جدا قدم موسم ممتاز الموسم الماضي مكمل على نفس الموسم نشوف الجراف بتاعه مقدم موسم ممتاز مع سيراميكا يمكن سيراميكا النتائج مش أفضل شيء لكن الأداء ممتاز في معظم اللعبين مع كابتن آيمن الرمادي شكري سجل الموسم الحالي صنع في الموسم الحالي من أكتر اللعبة المميزة جدا سواء في التصويب أو في دقة العرطيات متوسط التقييم بتاعه بالمناسبة ده أعلى متوسط التقييم لظهير أيسر في الدوري المصري يعني هو أعلى متوسط التقييم وانا خلي بالك واللي أنا بقوله ده أنا حطت أهل وزمان الكوبرامز يعني الجملة اللي أنا بقولها دي حطت فيه أهل وزمان الكوبرامز في الدوري كله ده أعلى متوسط التقييم في كل المباريات لظهير أيسر في الدوري المصري شكري لقى بست مباراة من السبع للاعبهم سراميكا عند 24 سنة موليد 99 بتسجل هدف القيمة التسويخية بتاعة 24 مليون جنيه اعتقد انه الاهل عنده بند مش اعتقد معلومة الاهل عنده بند اللي استرجعوا ما ظنش الاهل هيسترجعوا دلوقتي ضمن خطط الاهل لكن ما ظنش انه في اولوياته لكن محمد شكري لو انتقل نشغل القطاط الوليالة بتاعته اللي موجودة محمد شكري من اللعيبة الوحش فيه منتخب مصر انه فيه اتنين متواجين ده الهدف اللي سجلوا السنة دي وكان في مرمى بيرامتز بالمناسبة فشكري من اللعيبة الوحش فيه منتخب مصر ممكن يبقى شكري موجود في المنتخب مليون في المية من اللعيبة اللي هيتحط عليه وإن كان خلينا اقولك حاجة تانية بس كده ما بينكوسين على فيتوريا فيتوريا بيحب اللعيب الظهير المتوازن يكون عنده قدرات دفاعية مميزة وده اللي بيدي ايجي لمحمد حمدي على فتوح رغم الموهبة العظيمة اللي عند فتوح بيدي ايجي لمحمد حمدي شوية في المنتخب فهو شكري دفاعه جيد لكنه مش من العيبة البدنية فده شوية ممكن يقل المفرصة شوية لكن مليون في المية محطوط في اختيارات فيتوريا لو كان فتوح مش موجود هروح بقى للحتة اللي نقص عن دي شكري اللي هو الجانب الدفاعي محمد حمدي ظهير ايصر امبي امبي متواجد في مركز برضو كويس جدا رغم البداية برضو اول مواتش ما كانش كويس ولكن امبي من الفرق اللي لم اتنقض بشكل كويس والسبب ده الدفاع بتاع امبي امبي من اقل الفرق اللي استقبلت اهداف يعني لو استثنيننا الاهلي امبي استقبل اربع اهداف فده تمايز جدا تعال نشوف في لقاء الزمالك اكتر اللاعبين خدوا كرات واكتسبوا كرات طبيعا ان يبقى كلوشة موجود انما ان محمد حمدي ظهير الايصر هو تاني لاعب في امبي اكتسابه للكرات احنا هنا بنتكلم على لعيب امبي كان بيلعب بخمسة هو راجل اللي كان بيلعب ناحية الشمال ظهير امكانياته الدفاعية كبيرة جدا اي حد شاهد لقاءات الامبي هيشوف ظهير صلب جدا دفاعيا دي ظهرة عندنا في الارقام اتناشر كرة مكتسبة تاني لاعب بعد كلوشة اللي هو قلب الدفاع المتوسط اللي في النص يعني محمد حمدي اللقطات الدفاعية ممكن مركزناش عليها لان اي حد حيشوف لقاء الامبي حيشوف ظهير اي ايصر مدفع بشكل جيد دي لقطات البساط الراجل البساطه بتطلع من رجله جميلة جدا وسليمة جدا هو مش اللعب المراوغ يعني ممكن ما يعملش ولا مراوغة في اللقاء ولا يعمل كذا ولكن ما بيلاقي حد يتعاون معاه زي ما نزله حواش حتلاقي بيقدر يعمل جبهة شمال كويس عن طريق البساط والبسحات ويعرف يتحرك احنا بيتكلمش هنا عن ظهير مراوغ بيخسرش الكرة كتير بيجيد جدا التحرك بيجيد المساندة للعب اللي معي يعني ده حواش هو كان في ظهره على طول وارسل الكرة دي اوفر اعتقد انه لو هيبقى في حد في المنتخب انا اميل الحمدى عن شكرا عشان الحمدى كمان كان له التجربة مع فيتوريا قبل كده واشكراك كريمة على النقطة دي كنت عايز اعلق بس في عشر ثانية على النقطة دي احنا كنا مع بعض في مباراة مصر وغينيا في المغرب الانتباع بتاع العبين الكبار اللي في منتخب مصر واللعبين المحترفين على الثقة والموهبة والكواليتي والالتزام اللي عند محمد حمدي كان اول تجمع يخش محمد حمدي كان انطباع ممتاز وده اللي اتنقل كمان لفيتوريا لكن زي ما اقولك تقلق فتوح وحمدي لفترة اخيرة مقلل فرص ناس كتير منه محمد حمدي واعتقد ان حمدي كمان عنده لومبيات مع ميكالي هو اللي اعتقد موجود هو دي بيس موجود هو دي بيس